السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر ولا زالت مفاجآت الرئيس الروسي فلادمير بوتين تتوالع منذ تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا قلنا لحضراتكم بالحرف الواحد إن الطرف الوحيد اللي هيستفيد من هذه الحرب وهيخرج منتصر على أفضل ما يكون هو الطرف الروسي ليه حضراتكم؟ لأن هو مرتب أوراقه بشكل كويس جدا ودايما إحنا كنا بنؤكد على وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية إن صاحب الضربة الأولى في أي حرب معاه 90% من مقومات الانتصار هو الوحيد اللي مرتب أوراقه بشكل كويس جدا هو الوحيد اللي عمل طبعا مفاجأة غير عادية للخصوم وبالتالي لم تقطى لهم فرصة عادة ترتيب أوراقهم أو التجهيز أو الاستعداد للضربة دي هو الوحيد اللي متوقع أي نتائج في الحرب دي بحيث إنه هو عامل حسابه لكل صغيرة وكبيرة وبالتالي هو معه 90% من مقومات الانتصار قلنا الكلام ده زائد أضفنا على ذلك إن من يرأس روسيا هو شخص بحجم فلادمر بوتين ليه حضراتكم؟ شخصية مخابراتية ضابط مخابرات عارف كويس جدا ملفات وسياسة واستراتيجيات كل دول الاتحاد الأوروبي بلا استثناء واشتغل معهم في سنوات سابقة وكان له ضر خطير جدا في إنقاذ طبعا الموقف داخل بلاده لما تدعت الأحداث وتصعدت بمعدلات غير مسبوقة في لحظة من اللحظات يعني الراجل كان له صوالات وجوالات في مواجهة أوروبا تمر الأيام ونكتشف أن أزمة روسيا وأوكرانيا حاول يفرض الحصارة على روسيا إلا أن روسيا خرجت منتصرة على المستوى الاقتصاد وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الجغرافي وعلى المستوى الأمني أخذ أربع مناطق جديدة ضمها لشبه جزيرة القرم ضموهم جميعا لروسيا ثم أطلق تحذيرات وأي حد هيقرب من الأراضي الروسية هياخد بالجزمة القديمة مش بالجزمة الجديدة طبعا ده تعبير مجازين إحنا بنقوله في الشارع المصري دليلا على أن الراجل قوي جدا أي حد هيقرب من الأراضي الروسية طبعا الردع النووي في المواجهة ثبت بالدليل القطع أن الراجل صادق جدا وأن هو فعلا بدأ يتحرك في مواجهة الأخطار اللي كانت بتهدد روسيا في لحظة من اللحظات لكن نجح في أن هو يحول هذه المبغتة إلى انتصارات ساحقة جدا على كل دول النتوة ولذلك هم بيحاول يتشالوا ويطنططوا ويدعموا أكرانيا دبابات وإحنا خلاص إحنا اتفقنا مع بعضينا لا تراجعوا يا استسلام النتيجة أن هم بياخدوا أيضا بالجزمة الأديمة لحد دلوقتي شوفوا بقى حضراتكم المفاجأة الجديدة اللي أعلنت عنها روسيا خطة الزئاب القيصرية هننفذها في حرب أوكرانيا يعني فلادمر بوتين هيستفيد من حرب أوكرانيا بشكل ضخم وخطير جدا على المستوى العسكري بحيث هيحول هذه الحرب من محنة إلى منحة الزئاب القيصرية الخطة دي يتعبار عن إيه هو عنده مركز استراتيجي عسكري للتطوير العسكري أو لتطوير الأسلحة العسكرية المركز ده ما نوت به أنه هو بيتلقى كل التصميمات للأسلحة الجديدة يخدها عنده يبحثها يدرسها ثم السلاح اللي يتوسم فيه الخير أنه هو مكتمل إلى حد ما بيطرحه في قلب ميدان المعارك المشتعلة في أي بقعة من بقاع العالم وبتشارك فيها روسيا إزاي حضراتكم؟ كل شركات الأسلحة اللي هي الروسية بتتقدم بالتصميمات الجديدة للأسلحة بتاعتها المركز ده بياخد الأسلحة دي ويبدأ يجربها هل يطردية فيها عيوب؟ فعلا فيها إيجابيات طب عيوب هنقدر نتغلب عليها نقدر نطورها طب نقدر نستفيد منها إزاي؟ طب السلاح ده كويس جدا فبياخدوا الأسلحة دي ويحطوها في قلب ميدان المعارك المشتعلة اللي بتكون روسيا طرف فيها ويبدأوا يجربوها السلاح اللي يثبت فعالية ياخدوه ينتجوه السلاح اللي كويس بس فيه بعض السلبيات يتلاشوها ويطوروا السلاح مرة أخرى ثم يضخوه مرة تانية في ساحات المعارك وبعد كده ينتجوه دربوا ميت عصفور بحجر واحد التجريب اختبار الأسلحة الجديدة بواقع عملي وفي ذات الوقت يطوروا الآلة العسكرية بتاعتهم ولذلك روسيا أعلنت احنا هنتبع خطة الزئاب القيصرية على خط المواجهة مع أوكرانيا طبعا خطة الزئاب القيصرية دي مش مجموعة من المقاتلين العاديين بل زمقالة التقارير الروسية تضم مبتكري طرازات من الأسلحة والمواد المتفجرة اللي ما تمش تجربها لحد دلوقتي وهتكون جبهات القتال ساحات لتجربها رئيس مركز الزئاب القيصرية المركز دا بيسموه بالروسي سريسكي فולكي رئيس مركز الزئاب القيصرية د ده اسمه ديميتري روجزين الراجل ده بيقول ان المركز ده بيوفر أقصر الطرق للشركات الخاصة والمطورين العسكريين لاختبار عينات الأسلحة و المعدات على خط المواجهة والمركز المركز اللي هو مركز الزئاب القيصرية فيضم مئات من مبتكر طرزات الأسلحة والتقنيات العسكرية والمواد المتفجرة الذين لم يجدوا بعد فرصة لقبول اختراعاتهم ووضعها موضع التنفيذ يعني دلوقتي روسيا قررت حتى كمان تستفيد من الحرب الأوكرانية في أن هي تطور الترسهنة العسكرية بتاعتها بشكل كويس جدا ثم الراجل ده بيقول هل هناك أفضل من ظروف الحرب الحقيقية لتجربة الأسلحة الروسية الجديدة ثم قال أن خلال التجربة السورية أقرت موسكو بتجربة أكثر من 300 طرز من الأسلحة والمؤدات الحديثة في ساحات القتال السورية ووجد أن بعضها غير صالح للقتال الحقيقي فتوقفت روسيا عن إنتاجه وكفى الله المؤمنين شر القتال والآخر تم تطويره دية خطة الزئاب القيصرية طبعا بالشكل ده فلادمير بوتين بيضرب 100 أصفر بحجر واحد رقم واحد أسلحة موجودة أسلحة جديدة موجودة في قلب ساحة المعركة لأن الأسلحة اللي بيتم اختبرها في العادة بتكون أكثر تطورا من الأسلحة القديمة يعني هي مش أسلحة قديمة هي أسلحة جديدة وفيها مزايا تم إقرارها لكن عاوزين يختبروها وبناء عليه أسلحة جديدة تم ضخها في ساحة القتال ومن ثم اختبرها بشكل عملي طبعا في الحالة دية بيشوف السلبيات أو الإيجابيات بتاعتها السلبيات بنتلاشها لو كان في إمكانية للتلاشي وتطورها الإيجابيات بيتم التركيز عليها السلاح اللي يزبط مهارة وفاعلية في الحالة دية بيتم فورا إنتاجه فكرنا حضرتكم لما الولايات المتحدة الأمريكية من حوالي خمس شهور بالزبط وإحنا كنا بثينا حلقة بهذا الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية أكدت في تصريحات غير رسمية مشارتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية أني مش لاقي أسلحة جديدة تطورها وتنتجها هي عندها ترسانة عسكرية ما تغيريت شيء وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من المطورين وطلبت من شركات الأسلحة العسكرية في أمريكا يخواننا بسرعة ابتكروا مجموعة من الأسلحة عشان نضخها في ميدان المعارك أو في الميادين العسكرية بينما روسيا وعبر السنة اللي فاتت وعلى الرغم من الحصار المفروض إلا أن هي نجحت في أن هي تضخ مجموعة من الأسلحة العسكرية المتطورة جدا يمكن أحدث حاجة فيها اللي هو الروبط اللي بيستخدم الزكاء الإصطناعي وروسيا فعلا ضخته في قلب ميدان المعركة في قلب أوكرانيا الحاجة الثانية غواصت بالجرود النووية غواصة شبح محدش بيحس بيها صوتها منخفض جدا قدر على المناورة أي صواريخ بتوجه لها تقدر أن هي تهرب منها زائد أن هذه الغواصة بتحمل تربيضات من النوع بوسايدون التربيض بوسايدون ده لا متناهي في المسافة بيشتغل بالطاقة النووية بالإضافة إلى أن هو قادر على المناورة بحيث أن ما فيش أي سلاح حالي قادر على أن هو يردعه بالإضافة إلى أن التربيض ده قادر على أن هو يدمر دول كاملة ويحدث طوفان وأمواج وموجات عادية جدا ارتفاعها 500 متر اللي هي تسونامي بحيث أن الموجات دي تقدر على أن هي تجتاح الدول لمدة أو لمسافة 500 كيلو متر يعني قادر على إخفاء وتدمير وسحق دول كاملة ده من ضمن الأسلحة المتطورة اللي ضختها روسيا في الآوينة الأخيرة على الرغم من الحصار المفروض عليها ثم تم الإعلان عن خطة الزئاب القيصرية أن في مجموعات من الأسلحة لسا جديدة من نوحة قرر يجربوها في أوكرانيا تحولت إذن أزمة روسيا وأوكرانيا أو حرب أوكرانيا لميدان للتجريب من أجل تطوير الأسلحة الروسية فعلا يعني حاجة شر البلية ما يضحك والكلام ده طبعا بنقول الدول النيتو دول النيتو حاول أنه هما يحصروا إيران إيران خرجت من الحصار بقنبلة نووية إيران أعلنت أن هي توصلت لتخصيب اليورانيوم بمعدل 60% وطبعا عشان أنت تصنع قنبلة نووية يبقى درجة نقاء التخصيب بتاع اليورانيوم من 60% لتسعين في المية أنتوا بتحصرونا؟ طيب خذ المفاجأة ديت عندكم نجحنا في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% إخبطوا ضمانكم في أقرب حيطة هكذا أيضا تحدثت روسيا تعالوا بقى شوفوا حضراتكم التصريحات الجديدة ديت اللي روسيا أعلنتها في مواجهة الدعم النيتوي لأوكرانيا طبعا أخونا ديمتري مدفديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال إن توريد الدبابات لأوكرانيا لن ينقذ أوروبا إذا اشتعلت حرب عالمية تالتة وقال إن تسليم أوكرانيا آليات مضرعة وغيرها من الأسلحة مش هيمنع الحرب العالمية التالتة إذا وصلت الحالة إلى حد اندلاحها يعني لو حسينا إن فيه ثمة تهديدات لروسيا هنولحها ونجيب عليها وطيها ومن التالي أنت مش هتقدر أساسا تحمي أوكرانيا من ضغطة الزر النووي بتاعنا ثم قال إن حماية أوكرانيا لن تفيد أحد في أوروبا ولن تساعدها في تجنب العقاب ودفع التمن يعني إنك أنت بتدعم أوكرانيا بالدبابات بتاعتك أي الدبابات دي هتمنعني من إن أنا أعاقبك ودفعك التمن الكلام ده مش هيحصل ثم إيه لذا اشتعلت الحرب العالمية التالتة فلن يتم خوضها بوسط الدبابات والمقاتلات الجوية اللي أوروبا بتدعم بها أوكرانيا ده المسألة هتكون مختلفة تماما وشدد على أن العالم كله هيتحول في هذه الحالة إلى كتلة من الرماض يعني شوية الدبابات وشوية المقاتلات الجوية اللي أنت بتدعم بها أوكرانيا دولي تبلها في شوية مية وتشربها لأن في لحظة الحرب الحقيقية لو حسينا بأن هناك تمت خطر اقترب من الأراضي الروسية كل الدبابات والمقاتلات الجوية دي تلاقيمة لها لأن العالم كله هيتحول لكتلة من الرماض ثم قال أن المقاتلات والدبابات وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى واللي بيتصور الغرب أن دية الطريقة الوحيدة لمنع توسع روسيا طبعا ده مش هيمنع روسيا عن التحرك أو تحقيق أي أهداف بتخطط ليها وقال أن كل اللي بتعمله دول الناتو هيشعل الوضع وهيشعل حرب عالمية كاملة طبعا بعض الناس كانوا بعتوا لينا رسائل سواء كان عبر الانبوكس أو عبر التعليقات قالوا قوانتوا لحد دلوقتي مش عاوزين تقتنعوا أن خلاص روسيا انتهت شوفوا التصريحات بتاع الدول الناتو وشوفوا الدعم بتاعهم اللي بدأ يتحرك في جحافل وأساطيل من الدبابات وإن خلاص المسألة تحسمت طيب أنا بحيل الناس ديت على التقرير اللي نشرته جريدة النيارك تايمز الأمريكية وهتشوفوا حضراتكم صورة مما نشرته وسائل الإعلام العربية نقلا عن تقرير النيارك تايمز الأمريكية شوفوا حضراتكم بس البعض الناس اللي هي بتعجبنا أو المحللين اللي بيتبنوا وجهة النظر المؤيدة للتحركات الأمريكية ضد روسيا جريدة النيارك تايمز الأمريكية بتقول أن دعم الناتو الأوكرانيا بالدبابات لن تكون عصى سحرية تتيح لأوكرانيا الانتصار في الحرب اللي أحدثت تحولات عميقة في المشهد العالمي مرة تانية جريدة النيارك تايمز الأمريكية اللي سانح لها بيقول يا كل دول الناتو بلوا الدبابات بتاعتكم في شوية مية واشربوها يعني لا تسمن ولا تغني من جوع ومش هتحول أو هتقود أي تحولات في المشهد العسكري فوق الأراضي الأوكرانية دي مش عصايا سحرية هتخبطها هتحقق الانتصارات لأوكرانيا ولن تكون الدبابات عنصر حسم في الحرب هذا العام لأن نظام الحرب هذا العام ستختلف نظام الحرب كان في السابق واجهات برية إنما السنة دي مش هتكون نظام بري وبالتالي الدبابات بتاعتكم مش هتكون عنصر حسم يعني جريدة النيارك تايمز الأمريكية معتمدة على تقارير الاستراتيجيين والعسكريين اللي بيقولوا ياخواننا انتبهم خلي بالكم الحرب السنة دي مش هتكون نظام حرب برية وبالتالي الدبابات ما هيش هتكون عامل حسم يعني مش النيارك تايمز الأمريكية بتفضح دول الناتو النبا بتحذر دول الناتو ثم بتقول إن أمريكا بتحاول تدريب الجنود الأوكران على الدبابات لكن ذلك سوف يستغرق شهور طويلة وربما سنوات وبالتالي بل الدبابات في شوية مية واشربها وقد أظهرت برضو ده التقارير بتاع جريدة النيارك تايمز الأمريكية لقد أظهرت صور الأقمار الصناعية إن الجيش الروسي بيقيم خطوطاً أولية وثانوية من الدفاع على امتداد الجباهات وهو ما يعرق المهمة واشنطن شفت التقارير؟ روسيا حالياً عاملة خطوط دفاعية أولية وسانوية لو اخترقت الخطوط الأولية عند خطوط سانوية وبالتالي نجحت روسيا في إن هي تفرد ألوحة وتركب أوكرانيا والدلد الرجليها ونجحت في إن هي تعمل خطوط دفاعية أولية وسانوية يعني جريدة النيارك تايمز الأمريكية بتقول خطوط المواجهة مش هتخليك أساساً تقدر إنك إنت تتحقق أي انتصار على روسيا وإذا كنت متصور إن الدبابات بتاعتك والمضرعات بتاعتك اللي أنت بتدعم بها أوكرانيا هتحقق لك انتصار الكلام ده مش هيحصل لأن الحرب السنة دي مختلفة عن السنة اللي فاتت لأن السنة اللي فاتت روسيا استخدمت الحرب البرية عشان تفرد سطوتها وسيطرتها على الأراضي اللي ضمتها ليها ثم حالياً روسيا محققة انتصارات غير عادية في إقليم لوجانسك وتونسك ووصلت لحد مدينة سوليدر ومدينة بخمود النتيجة خلاص قعدت انتصرت فكران حضراتكم الناس اللي كانت بتهاجمنا وبتقول انتوا عملين بتمجدوا في روسيا احنا طبعاً لا بنمجد ولا نيلة احنا بنقرأ الواقع قراءة منطقية بعيداً عن التوجوهات مدفوعة الأجر فبعض الناس قالوا انتوا عملين بتمجدوا في روسيا وانسحبت من خرسن شوف الفضيحة روسيا انتهت يا اخوانا اهدوا بس شوية الله يخليكم لما حد يجي يقرأ المشهد لابد أن يقرأ المشهد كاملاً يعني ما يخدش جزء منه ويطلع جاري وإلا ده هيعتبر أساساً بمثابة تحليل موجع التحليلات بتاعتنا مش موجهة قلنا وأكدنا من البداية روسيا هي التي سوف تنتصر قلنا من البداية روسيا سوف تحقق مكاسب اقتصادية غير عادية على كل دول الناتو والكلام ده حصل وطبعاً الفيديوهات موجودة مئات الفيديوهات التي نشرناها في مراحل سابقة وإحنا أكدنا فيها ذلك الذي يحدث حالياً ليه حضراتكم بنقرأ المشهد قراءة موطوعية بعيداً عن التوجهات أو الانتماءات أو الأجندات مدفوعة الأجر ليه؟ هذه النتائج من تلك المقدمات المقدمات بتقول روسيا شغالة على قدم وساق في الحتة دي انتصرت في الحتة دي انتصرت في الحتة دي تراجعت يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك بتقوّل جبهات بتاعتها عشان تتغلب على أي نقطة أو ثغرة من الممكن أن دول الناتو تخترقها فيها النتيجة فعلاً دل حصل فدلوقت حضرتكم آدي تقرير نيرك تايمز الأمريكية اللي بيؤكد لا الدباباتك بالله في شوات ما وشربها مش هتعمل أي حاجة ولن تؤثر ولن تغير من المشهد الكامل روسيا تدفع بالزئاب القيصرية في حرب أوكرانيا لا توجد عصر سحرية أوكرانيا أمام تقديرات عسكرية متشائمة مدفيديف توريد الدبابات لأوكرانيا لن ينقذ أوروبا إذا اشتعلت حرب عالمية تلتا هي دية المنشتات التي تؤكد صدق ما توصلنا له وطرحناه أمام حضراتكم إزاياك بغا